بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نبر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين قال تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده قد يرد عام ثم ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام بقرينة خاصة مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون من الأبحاث المتعلقة ببحث العموم والخصوص والتي يذكرها الأصوليون في كتبهم تبعا لصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه حيث ذكر هذا البحث في كتابه هو ما إذا جاء بعد العام ضمير أن يأتي بعد العام يعني أن يكون لدينا هناك عام جملة فيها لفظ عام فيها عموم ثم يأتي بعد هذه الجملة تأتي بعدها جملة فيها ضمير هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على بعض العام الذي هو موجود في الجملة الأولى هنا وقع البحث في أن عود الضمير على بعض العام هل يوجب تخصيص العام؟ هل يعتبر ذلك قرين على تخصيص العام في ذلك البعض الذي عاد عليه الضمير في الجملة الثانية؟ أو ليس كذلك المثال المشهور الذي تقريبا يذكره جميع الأصوليون في هذه المسألة هو مثال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب وأعقب هذه الجملة بجملة أخرى في نفس الآية المباركة الآية 282 من سورة البقرة وبعولتهن أحقوا بردهن في ذلك نحن إذا جئنا إلى هاتين الجملتين الجملة الأولى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب هذه الآية تحتوي على عموم وهو عموم المطلقات ألف واللام الداخل على الجمع التي قلنا هي لعله هي من أدوات العموم وهنا ثبت في هذه الجملة حكم معين للمطلقات هنا يعني لهذا العموم وهو التربص بأنفسهن ثلاثة قروب يعني هن بعد الطلاق يجب عليهن أن يعتدن عدة الطلاق وهي ثلاثة قروب ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار المشهور أنه ثلاثة حيضات فهنا في هذه الجملة التي فيها عموم فيها حكم ثابت لهذا العام وهو المطلقات وهو حكم وجوب التربص وجوب العدة أن يعتدن بثلاثة أقراء وطبعا مقتضى العموم هنا هو شمول هذا اللفظ المطلقات شمول هذا اللفظ واستيعاب هذا اللفظ لجميع أنواع أو أصناف المطلقات سواء كانت المطلقة رجعية سواء كانت المطلقة بائن جميع أنواع الطلاق يشملها هذا اللفظ جميع المطلقات بأي صنف من أصناف الطلاق إلا أنه هذه الجملة عقبت بجملة أخرى في نفس الآية المباركة وهي قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك هنا وبعولتهن أي البعول يعني الأزواج أزواجهن هنا هن بعولتهن هذا الضمير هن عائد على المطلقات عائد على المطلقات فالمفروض بحسب الظهور يعني الأصل في الظهور هو أن يكون هذا الحكم الثابت هنا وهو جواز أن يكون بعول أو أزواج هؤلاء المطلقات يمكن لهم إرجاعهن إن أرادوا إصلاحا طبعا يمكن لهم إرجاع هذه المطلقات ولكن بقرينة خارجية نحن نعلم أن الطلاق على أصناف أو على أنواع هناك بعض الأنواع لا يصح فيه الرد أو إرجاع الزوجة أو رجوع الزوجة فقط وفقط الطلاق الرجعي هو ما يصح فيه ماذا؟ إرجاع الزوج لزوجته أما إذا كان الطلاق بائن كأن يكون الطلاق خلعي أو يكون الطلاق مباراتي أو يكون الطلاق بعد تطليقتين يعني في التطليق الثالثة يقع الطلاق بائن لا يصح للزوج إرجاع زوجته فقط في الطلاق إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا يجوز إرجاع الزوجة من قبل الزوج طيب بناء على هذا وبعولتهن المفروض هو الضمير هنا أن يرجع على المطلقات بجميع أصنافهن ولكن لأجل وجود قرينة خارجية وهي أن الطلاق ليس جميع المطلقات يمكن إرجاعهن من قبل بعولتهن بل المطلقات بالطلاق الرجعي فقط هن من يمكن لأزواجهن إرجاعهن طيب بناء على هذا يحصل لنا ماذا؟ يحصل لنا أن هناك جملة بينت حكم معين فيها لفظ عام فيها عموم موضوع الحكم هناك وهو المطلقات عام ثم عقبت هذه الجملة بجملة أخرى فيها ضمير وهو ضمير هن بعولتهن هذا الضمير عائد على نفس ذلك العام هنا يقع الكلام في أنه هل يحمل أو يبقى العموم على عمومه أو لا لا بد من حمل العموم على خصوص ما عاد عليه الضمير من هن باعتبار أن الضمير يعود على المطلقات الرجعيات فقط من ذلك العموم فهل يبقى العموم على عمومه أم يعتبر هذا قرين على التخصيص أن هذا اللفظ العام وهو المطلقات مخصص بالمطلقات الرجعيات يعني بقرينة عود الضمير أن الضمير لم يعد على جميع المطلقات وإنما عادة على المطلقات الرجعيات من المطلقات فقط هنا في مقام البحث يذكر الشيخ أنه هنا نحن لأجل تقرير ظهور هذه الجملة أو هذه الآية المباركة بمقطعها لا بد أن نرتكب مخالفة من مخالفتين يعني نحن هنا مضطرين إلى أن نرتكب مخالفة من مخالفتين يمكن أن تقعان المخالفة الأولى يعني المخالفة للظاهر مخالفة للظهور هو مخالفة ظهور العام في العموم العام وهو المطلقات هذا ظاهر في الشمول لجميع أنواع المطلقات سواء كانت مطلقات الرجعيات أو مطلقات مثلا بالطلاق البائن فهنا إذا قلنا بأن عود الضمير هنا على بعض المطلقات قد نقول يوجب ماذا يوجب تخصيص العام بفقط ذلك الصنف الذي عاد عليه الضمير وهو تخصيص العام بالمطلقات الرجعيات فقط فهنا هذا يوجب مخالفة ظهور العام في عمومه العام ظاهر في الشمول لجميع أنواع المطلقات ونحن هنا ماذا قلنا هنا لا نحمل هذا العام فقط وفقط على تلك المطلقات اللواتي عاد عليهن الضمير في الجملة الثانية فيكون هنا دلالة المطلقات مخصوص ببعض المطلقات لا بجميع المطلقات هذه مخالفة المخالفة الثانية هو أن نخالف ظهور الضمير الضمير في الجملة الثانية هنا بحسب ظهوره هو راجع إلى ما تقدم من المعنى العام يعني المعنى الذي دل عليه اللفظ العام هنا وبعولتهن هذا راجع إلى ماذا يعني وبعولة تلك المطلقات اللواتي ذكرنا في الجملة الأولى والمطلقات يتربصنا يعني راجع إلى ما تقدم عليه من المعنى الذي دل عليه اللفظ العام هنا إذا خالفنا هذا الآمر خالفنا هذا الظهور ظهور رجوع الضمير إلى نفس المعنى العام الذي هو في الجملة الأولى باعتبار أنه راجع عليه نقول أن الضمير لا يرجع إلى نفس اللفظ العام وإنما يرجع إلى بعض ذلك اللفظ العام لا إلى جميع ذلك اللفظ العام يعني الضمير بحسب الآصل هو راجع المفروض يكون راجع على جميع اللفظ العام على جميع ما دل عليه اللفظ العام وبعولتهن يعني وبعولة المطلقات اللواتي ذكرنا في الجملة الأولى سواء كنا رجعيات أو غير رجعيات ولكن هنا نحن لا نضطر لوجود القرينة مثلا لوجود قرينة أن نرفع اليد عن هذا الظهور عن ظهور الضمير في الرجوع إلى ما دل عليه اللفظ السابق فنقول أن الضمير راجع إلى البعض إلى بعض أفراد اللفظ الذي ذكر في الجملة الأولى فيكون هنا الضمير مستعملا يعني في مقام الاستعمال مستعملا على سبيل الاستخدام يعني شيء أشبه يكون أشبه بالمجاز أنه قد استخدم هذا الضمير في العود على بعض أفراد ذلك اللفظ العام وليس على جميع أفراد ذلك اللفظ العام فيكون المراد هو بعض أفراد اللفظ العام أو بعض أصنافه أما العام يبقى على دلالته من العموم فهنا يقع الكلام في أنه أي مخالفة نرتكب هل نخالف ظهور العام في العموم أو نخالف ظهور الضمير في العود على جميع أفراد العام ونقول لا أن هذا الضمير ليس عائدا بل استخدم للعود على بعض أفراد ذلك العام أي الظهورين نخالفهما هناك بحسب أقوال العلماء هناك ثلاث أقوال القول الأول أن أصالة العموم هي المقدمة يعني مقدم أصالة العموم نلتزم بأصالة العموم إذا التزمنا بأصالة العموم وقلنا أن اللفظ العام يبقى دالا على الشمول والاستيعاب لجميع أنواع المطلقات هنا لابد أن نرتكب المخالفة الثانية ونقول أن الضمير استعمل هنا على سبيل الاستخدام بأن استخدم للدلالة أو للعود للدلالة على العود على بعض أفراد العام وليس على جميع أفراد العام هذا القول الأول القول الثاني أن الأصل هو أصالة عدم الاستخدام يعني الاستخدام هو أشبه بالمجاز يعني كما بحثنا سابقا في الأصول اللفظية أن الأصل هو الحامل على الحقيقة والأصل عدم المجاز أيضا هنا الأصل يكون عدم الاستخدام بل لابد من حمل ظهور الضمير على العود على ماذا؟ على جميع أفراد اللفظ العائد عليه اللفظ العام العائد عليه فهذه الأصالة أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة فإذا جعلنا أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة وقلنا أن الضمير هن عائد على جميع الأفراد المدلولة بالعام المطلقات هنا لا بد أن نلتزم بالمخالفة الثانية ونرفع اليد عن ظهور العام في العموم ونقول لا العام هناك لم يدل على جميع أنواع المطلقات وإنما دل فقط وفقط على تلك المطلقات اللواتي صح إرجاعهن وهن المطلقات الرجعيات هذا القول الثاني يعني قدم أصالة عدم الاستخدام القول الثالث هو عدم جريان الأصلين لا أصالة العموم تكون هي المقدمة ولا أصالة عدم الاستخدام تكون هي المقدمة بل يبقى الوضع مجملا يعني تكون هذه العبارة عبارة مجملة غير واضحة المراد ونرجع في حكمها إلى الأصول العاملية يعني نرجع إلى الأدلة الأخرى غير هذا الدليل المذكور هنا طبعا لماذا هنا أن العام لا ينعقد في العموم لماذا لا يكون ظهور العام أو ينعقد للعام ظهور في العموم يقول لأنه هناك ما يصلح للقرينية على التخصيص ما دام هناك عندنا ما يصلح لأن يكون قرين على التخصيص وهو ماذا؟ وهو عود الضمير في الجملة الثانية ضمير هنا عود هذا الضمير على بعض أفراد ذلك العام هذا في الحقيقة يجعل أو يقدح في النفس احتمال أن يكون هذا الأمر وهو عود الضمير على بعض أفراد هذا العام أن يكون مخصص للعام فإذا احتمل المخصص يكون المخصص هنا محتمل إذا احتمل المخصص لا يمكن أن نتمسك بأصالة العموم في اللفظ العام أما أصالة عدم الاستخدام أيضا لا تجري فلأنه قال لأن الأصول اللفظية إنما تستعمل عند الشك في المراد مراد المستعمل مراد المتكلم أي مراد المستعمل يعني مثلا إذا شخص استعمل كما تقدم مثلا استعمل اللفظ وشككنا في أنه أراد من هذا اللفظ أراد المجاز أم أراد الحقيقة مثلا نقول الأصل الحقيقة استعمل اللفظا عاما وشككنا في أنه أراد العموم أو أراد الخصوص نقول الأصل هو العموم وهكذا هنا أيضا نقول أنه هنا إذا لم يكن المراد معلوما نرجع إلى أصالة عدم الاستخدام أراد أصالة عدم الاستخدام هي من الأصول اللفظية فالتمسك بها والرجوع إليها إنما يكون متى؟ عند الشك في مراد المستعمل مستعمل اللفظ ماذا أراد من هذا اللفظ؟ هنا نرجع إلى إذا شككنا نرجع إلى الأصول اللفظية والحال هنا هل لدينا شك في مراد المستخدم ما هو؟ أو مراد المستعمل ما هو؟ لا نحن نعلم بالقطع واليقين أو نعلم على أي حال أننا مطمئنون ونعلم أن المستخدم هنا حينما قال وبعولتهن نعم أحق بردهن أن المراد هو المطلقات الرجعيات وليس لدينا شك في أنه هنا هل استعمل اللفظ هنا على سبيل الاستخدام أو لم يستعمل على سبيل الاستخدام الذي هو نوع أو شبيه بالمجاز لأنه يدل على عود الضمير على بعض الأفراد فهو شبيه بالمجاز هنا لم يحصل لنا شك في أنه استعمل الضمير على نحو الاستخدام أو لم يستعملوا حتى نقول لا نتمسك بأصارة عدم الاستخدام نحن هنا نقطع بماذا بأنه يريد بعض الأفراد يعني أن المراد الجدي له معلوم لدينا ويريد فقط المطلقات الرجعية فإذا هنا إذا لم نكن نشك في مراد المتكلم فلا يجري ذلك الأصل ولهذا قال بعدم جريان هذين الأصلين لا أصالة العموم ولا أصالة عدم الاستخدام وتبقى الجملة مبهمة غير معلومة غير واضحة ونرجع في حكمها إلى الأدلة الأخرى ولو إلى الأصول العملية طيب ما يختاره الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا هو يقول أن الحق أن أصالة العموم هي الجارية ولا مانع من أصالة العموم لماذا؟ لأنه يقول أن عود الضمير هذا الضمير المذكور في الجملة الثانية عود الضمير على بعض أفراد العام هذا لا يكون موجبا لصرف العام عن عمومه لماذا؟ باعتبار أن هذا العود عود الضمير على بعض أفراد العام إنما كان لقرينة الضمير بحسب مقتضاه بحسب ظهوره الأولي يكون ظاهرا في العود على جميع أفراد العام فإذا قامت قرينة وبدلت هذا الظهور وبينت أن هذا الضمير لا يعود على جميع أفراد العام وإنما يعود على بعض أفراد العام يقول هذه لا تعد قرينة عرفية على ماذا؟ لا تعد قرينة عرفية توجب حمل العام أو توجب رفع اليد عن حمل العام على العموم لا تعتبر هذه قرينة ولا تشكل قرينة على ذلك لأنه هنا إذا رجعنا إلى العام نلاحظ أن هنا العام إنما العموم يثبت له هذا الظهور نفس العام يعني نفس العام بنفسه هو يقتضي أن يكون ظاهرا في ماذا؟ بنفسه يقتضي أن يكون ظاهرا في العموم والشمول لجميع الأفراد أما الضمير عود الضمير على بعض الأفراد هذا ليس بنفس الضمير وإنما بسبب قرينة ولذلك لا يكون عود الضمير على بعض أفراد العام لأجل قرينة معينة أن نصرف ظهور العام عن كونه ماذا ظاهرا في العام أو نرفع اليد عن ظهور العام في العموم الذي هو يكون بمقتضى نفسه ظاهرا في ماذا؟ في العموم خاصة وأن الحكم المبين في العام يختلف عن الحكم المبين في جملة الضمير يعني الحكم الذي بين في العام هو تربص المطلقات بأنفسهن ثلاثة قرؤ أما الحكم المبين في الضمير العائد في الضمير هو أن هذه المطلقات يجوز ويحق لأزواجهن أن يردهن وهذا الحكمان مختلفان لا علاقة أبدا بين الحكم الأول والحكم الثاني ليست هناك علاقة معينة بين هذين الحكمين فلا نستطيع ماذا أن نقول أن لو كان هناك علاقة بين الحكمين بمعنى أن يكون موضوع الحكمين يعني يمكن أن يكون أو نحتمل أن يكون موضوع الحكمين واحد أما لما لم يكن هناك علاقة بين الحكمين فيمكن ومن المحتمل جدا أن يكون موضوع كل حكم يختلف عن موضوع الحكم الآخر فإذا اختلف موضوع كل حكم عن الحكم الآخر فليس من يعني لا يعد ذلك إذا كان هذا أمر محتمل لا يعد اختلاف الموضوع في الجملة التالية وإن كان بعود الضمير على ذلك اللفظ العام هذا لا يعد ماذا قرين على لأجل رفع اليد عن عمومي العام فمثل هذا التصرف غير صحيح ولا يصح لنا رفع اليد عن عموم العام ويقول أنت تعال إلى العرف واعتبر مثلا المولى لو قال العلماء يجب إكرامهم ثم أتبع هذه الجملة العلماء هذا لفظ العام يجب إكرامهم ثم قال وهم يجوز ويجوز تقليدهم مثلا ويجوز تقليدهم هذا الضمير هم يعود على العلماء ولكن لو قامت قرين خاصة على أن من يجوز تقليدهم من العلماء هو خصوص العلماء العدول خصوص العلماء العدول هل يوجب ذلك أن الإكرام يختص فقط أيضا بالعلماء العدول يقول العرف لا يفهم ذلك هذه لا تعد قرين عرفية على رفع اليد ماذا عن عموم العام وحمله على الخاص ولذلك يبقى العام من دون معارض فيحمل على اللفظ العام على عمومه قال تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده قد يرد عام ثم ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام بقرينة خاصة مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فإن المطلقات عام للرجعيات وغيرها يعني عام لجميع أنواع الطلاق الرجعية والبائن وما شاء به ذلك ولكن الضمير في بعولتهن يراد به خصوص الرجعيات لقرينة أننا نعلم من بعض الأدلة أن من يصح إرجاعها أو يجز إرجاعها في زمان العدة من قبل الزوج هي فقط المطلقة الرجعية فمثل هذا الكلام يدور فيه الآمر بين مخالفتين للظاهر إما أولا مخالفة ظهور العام في العموم بأن يجعل يعني اللفظ الدال على العموم مخصوصا بالبعض الذي يرجع إليه الضمير وهو بحسب مثالنا المطلقات الرجعيات فهنا حينما قلوا المطلقات يتربصن بأنفسهن المقصود المطلقات الرجعيات لا مطلق المطلقات ثانيا مخالفة وإما ثانيا مخالفة ظهور الضمير في رجوعه إلى ما تقدم عليه من المعنى الذي دل عليه اللفظ اللفظ كان المطلقات يدل على جميع أنواع المطلقات نقول لا هنا الضمير لا يعود على جميع المطلقات وإنما يعود على نوع خاص من المطلقات وهنا المطلقات الرجعيات بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام يعني قد استخدم الضمير في العود على بعض المطلقات وهذا طبعا شيء هذا استعمال للضمير أو في غير ما وضع له أو في غير ما يدل عليه فيراد منه البعض والعام يبقى على دلالته على العموم فأي المخالفتين أو لا وقع الخلاف على أقوال ثلاثة الأول أن أصالة العموم هي المقدمة فإذا قلنا أصالة العموم والتزمنا بأصالة العموم فيلتزم بالمخالفة الثانية وهي أنه نخالف ظهور الضمير في رجوعه إلى ما تقدم عليه من معنى الثاني إن أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة فيلتزم بالمخالفة الأولى نرفع اليد عن ظهور اللفظ العام في العموم القول الثالث عدم جريان الأصلين معا والرجوع إلى الأصول العملية نرجع إلى دليل آخر كأن يكون هو الأصول العملية أما عدم جريان أصالة العموم فلوجود ما يصلح أن يكون قرين في الكلام قرين على التخصيص في الكلام يعني هذا عود الضمير على بعض أفراد العام هذا يصلح أن يكون قرين على تخصيص العام على عدم إرادة كل ما يدل عليه العام وهو عود الضمير على البعض يعني على بعض ما يدل عليه ذلك اللفظ العام فلا ينعقد ظهور العام في العموم وأما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري فلأن الأصول اللفظية يشترط في جريانها كما سبق أول الكتاب قلنا هناك إنما تجري عند الشك في مراد المستعمل في مراد المتكلم حينما يستعمل لفظ ونشك في مراده من استعمال هذا اللفظ نجري الأصول اللفظية لأجل ماذا؟ لأجل استظهار مراده نعم أن يكون الشك في مراد المتكلم فلو كان المراد معلوما كما في المقام نحن نعلم أن المراد هو المطلقات الرجعيات وكان الشك في كيفية الاستعمال أنه هل استعمل هذا اللفظ يعني هل استعملت الضمير على نحو الاستخدام أو لا هنا فلا تجري الأصول اللفظية قطعا طيب ما هو رأي الشيخ؟ الشيخ يقول والحق أن أصالة العموم جارية ولا مانع منها لماذا؟ لأننا ننكر أن يكون عود الضمير إلى بعض أفراد العام موجباً لصرف ظهوره عن العموم عن الشمول ولا يكون هذا عود الضمير على بعض أفراده لا يكون قرين على التخصيص لا يكون عرفاً بقرينة قلنا تعين البعض من جهة عود الضمير على المطلقات أنه يراد بعض المطلقات هذا إنما كان لأجل قرينة قرينة خارجية موجودة في الكلام هذا لا يلزم منه ماذا؟ أن يتعين إرادة البعض من جهة حكم العام الثابت له بنفسه لا بقرينة وإنما حكم العام ثابت له بنفسه هو ظاهر في العموم فيثبت له الحكم المذكور يعني في الجملة أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ لأن الحكم في الجملة المجتملة على الضمير غير الحكم في الجملة المجتملة على العام الحكمان مختلفان كما قلنا ولا علاقة لأحد الحكمين بالحكم الآخر ولا علاقة بينهما فلا يكون عود الضمير على بعض العام من القرائن التي تصرف ظهوره عن عمومه لا لما اختلف الحكمان فيمكن أن يكون موضوع الحكمين أيضا مختلفين موضوع الحكمين أيضا مختلفين لو كان هناك علاقة بين الحكمين توجد علاقة بينهما نعم يمكن أن نقول أن موضوعهما متحد أما لما كان حكمان مختلفان هذا أن المطلقات تربصن ثلاثة قرؤ هذا أن بعض المطلقات حكمها أنه يجوز لزوجها إرجاعها فيمكن أن يكون ماذا الموضوع مختلف فلا يكون عود الضمير على بعض العام من القرائن التي تصرف ظهوره عن عمومه واعتبر ذلك في المثال فلو قال المولاء العلماء يجب إكرامهم هنا هذا عموم وانتبت له حكم وجوب الإكرام ثم قال وهم يجوز تقليدهم وأريد من ذلك العدول يعني تقليد العدول فقط بقرينة خارجية فإنه واضح في هذا المثال أن تقييد الحكم الثاني وهو جواز التقليد بالعدول لا يوجب تقييد الحكم الأول كذلك وهو الإكرام بالعدول فلا نقول أنه العلماء يجب إكرامهم مقصود العلماء العدول يجب إكرامهم بل ليس فيه إشعار به أصلا لا يوجد إشعار ولا يفرق في ذلك بين أن يكون التقييد بمتصل يعني بقرينة متصلة كما في مثالنا أو بمنفصل كما في الآية المباركة باعتبار أن هذه الجملة الثانية لم تأتي مباشرة بعد الجملة الأولى وإنما فصل بينهما فاصل فهنا بناء على ذلك إذن هذا الأمر لا يصلح للقرينية عرفا لا يصلح لأن يكون قرينة يعني عود الضمير في الجملة الثانية على بعض أفراد العام في الجملة الأولى خصوصا مع عدم اتحاد أو عدم العلاقة بين الحكمين المبينين في الجملة الأولى والثانية هذا لا يعد قرينة على ماذا على اتحاد الموضوع في كليهما وبحيث يكون عود الضمير على بعض أفراد العام قرينة على ماذا على التخصيص تخصيص العام في بعض الأفراد تعقيب الاستثناء لجمل متعدد هذا إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اخرجني من ظلمات الواه وأكرمني بنور الفاه اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحمى الرحمين اشتركوا في القناة